وقبل ما نبتدي يا أصحابي عايزكوا تروحوا بسرعة تعملوا اشتراك في القناة وكمان تعملوا لايك للفيديو ضروري جدا جدا وكمان تقولوا لكل صحابكم على قناة حواديد أنتلومي عشان كلنا نتبسط مع بعض يا ترى حدوتتنا النهاردة إيه يا أصحابي النهاردة حدوتتنا بعنوان العصفورة صورة والجوهرة المفقودة كان يا مكان كان فيه زمان ملك عايش في أصر كبير كبير عنده جواهر كتير وحرص كتير كتير الليلة دي الملك كان نايم بهدوء ونوم عميق في القوضة بتاعته لكن يا أصحابي لما صحي تاني يوم الصبح كل حاجة تغيرت وتبدلت والليلة اللي كانت هادية اتبدلت بيوم كان مجغول ومسحوم إيه ده إيه ده إيه ده فينكم يا حراس يا حراس تعالوا هنا بسرعة كلكم اجمعوا عندي انت يا حارس انت تعالي هنا الأول كلمني أنا دلوقتي بدور على الجوهرة السمينة بتاعتي اللي كنت حاطتها بإيدي في القوضة بتاعتي مش لقيها راحت فين قولي دلوقتي قولي دلوقتي راحت فين أنا 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 معرفش حاجة يا جلالة الملك أنا أنا أصلا أصلا كنت واقفة على الباب هنا من مبرح بالليل ولا شفت حدا 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 دخل خلص خلص ولا حاجة حصلين أبدا 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 بس 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 أسقط إهدى شوية وتكلم بالروحة عشان أفهم انت بتقول إيه طول ما انت بتتكلم بالطريقة دي أنا مش عارف انت بتقول إيه إهدى واسمعني وتكلم حاضر يا جلالة الملك أنا هتكلمه أنا ما شفتش أي حاجة أنا واقفة على البوابة هنا من بالليل لحد دلوقتي ولا حد خرج ولا حد دخل يا جلالة الملك أنا ما شفتش حاجة جوارد إيه بس أنا ما شفتش حاجة أوع يا جلالة الملك تقول بتتهمني أنا إن أنا سرقتها لا 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 ما تخافش خالص أنا ما قصدش كده أنا عارف ان انت حارس أمين ثم انت بتشتغل معايا هنا من سنين أمر ما شفت حاجة زي دي حصلت منك أبدا لكن أنا مش تغرب الجوهرة كانت جنبي وأنا كنت نايم يا دوب فاتح بس الشباك جايلي منه نسمة هوا بردا تفتكر إيه اللي ممكن يكون حصل يا حارس يا جلالة الملك أنا شفت حاجة بس مش عارف إذا كان ليها دخل بالموضوع ولا لأ وأنا واقف هنا على البوابة شفت عصفورة كانت خرجة من القوضة بتاعتك يا جلالة الملك وكان شكل بقها غريب خالص وكأنها كانت مخبية حاجة جوا بقها أنا استغربت إيه اللي دخل العصفورة وخرجها من المكان ده بس برضو مش شفتش حاجة ممكن تخليني أشك فيها لكن كلامك دلوقتي يا جلالة الملك خليني أشك فيها أوه أنا فهمت كل حاجة دلوقتي أكيد العصفورة دي هي اللي خادت الجوهرة بتاعتي وطارت دخلت من الشباك وخدتها أنا عايزك دلوقتي تروح الغابة وتنادي بعزم صوتك العصفورة اللي هيلاقيها دي ويرجع لي الجوهرة ويجيبها لي عشان حاكمها هتدي له فلوس كتير وديه له كمان أكلي كافية طول العمر وكمان بيت جميل اجري بسرعة على الغابة وقول الخبر ده لكل المخلوقات اللي في الغابة بسرعة وجري يا أصحابي الحارس وهو مرعوب عشان ينفس كلام الملك ويقول الإعلان المهم جدا جدا اللي الملك مستني نتكته بفارغ الصبر يا جميع مخلوقات الغابة أنا عندي إعلان رهيب من الملك العظيم أي حد هيلاقي الجوهرة بتاعته هيدي له فلوس كتير كتير وأكلي كافية طول العمر وبيت جميل كمان يلا تشجعوا وكمان اعملوا كل جهدكو علشان تلاقوا الجوهرة واللي فيكو هيلقيها هيفوز بالجيزة الرهيبة دي وفي الوقت ده يا أصحابي كانت العصفورة صورة طايرة في السحاب وسمعت كل الكلام وقعدت تفكر وتقول أنا عرض مغري جدا يعني أنا لو كان بإيدي ولقيت الجوهرة دي يا سلام دي أنا هتنقل من حال لحال وهيبقى عندي أكلي كافيني طول العمر وبيت جميل وعمري ما يحتاج حاجة تاني يا سلام لو ألاقي الكوهرة دي دي أنا هجري في الغابة كلها وفتش عنها في أي مكان وفعلا العصفورة صورة يا أصحابي عملت كده وما خلتش شبر في الغابة لحد ما دورت على الجوهرة فيه وللمفاجأة كبيرة وهي طايرة في مكان كده في جنب الغابة شافت حاجة بتلمع من فوق إيه دا إيه دا اللي هناك دا إيه دا يا سورة ينهاري ينهاري لو كان اللي في بالي وكنت أنا اللي لقيت الجوهرة دي فعلا يا فرحة قلبي لو دا اللي حصل لي هنزل بسرعة واشوف إيه دي يا خاب عرب يا تي هيا قوعرة شقلها جميل وتحفى وبتلمى أنا بسرعة هاخدها وأروح عند الملك عشان أردده الأمانة بتاعته وهاخد حقيا لكن سورة ما كانتش واخدة بالها أني كان في حدي تاني سمع الكلام ده وشاف كحالة اللي حصل يا سورة يا سورة انت الجننتي يا سورة انت عايزة تاخدي الجوهرة السمينة دي وترجعيها داني للملك طب هو عنده جواهر كتير لكن احنا فقرة ومش عندنا حاجة خالص يا سلام يا سلام هيديك شوية اكل ويديك بيت يا سلام انت عارفة يا بنتي يا جهلة انت الجوهرة دي لو بيعتيها هتشتري اكل اكتر من اللي هيدهولك وهيبقى عندك بيت اكبر من اللي هيدهولك يا خايبة تعالي ناخد الجوهرة دي ونقسمها مع بعدينا ونجيب بيها حاجات كتير كتير بتمانها يا خايبة عايزة ترجعيها له ايه دا يا قطودة مش ممكن انا مش مسدقة ان انت بتقولي الكلام دا امان فين الامانة فين ان احنا نرد الحاجات لاصحابها انا لا يمكن اقبل على نفسي اذا انا ااخد حاجة زي دي ومش بتاعتي الرزق القليل اللي هيجيلي منها احسن كتير من الفلوس الكتير اللي هتجيلي لكنها تكون فلوس حرام اوهي ابدا ابدا يا قطودة تفكري كده تادي انا على فكرة من النهاردة عمري ما هبقى صاحبتك ابدا لان انت تلاتي مش امينة ومش بتحافظي على حاجة الناس اللي ممكن تيجي في طريقك انت لا يمكن تبقي صاحبتي لان انا عكسك تماما باي باي انا هروح ارجع الجوهرة للملك ورده بالرزق القليل اللي هيجيلي منه وتعرض يا اصحابي سورة بعز مما فيها لحد ما وصلت لعند الملك وشايلة الجوهرة وكانت تييلة عليها والملك اول ما شافها استغرب اوي ايه ده ايه ده هو انت يا عصفورة اللي لقيت الجوهرة غريبة جدا جدا انا عمري ما توقعت ابدا ان عصفورة هي اللي تلاقي الجوهرة طب دلوقتي اعمل ايه وانا قلت هديك اكل كتير وكمان بيت طيب واني المانع يا جلالة الملك انت ممكن لسه توفي بوعدك انا محتاجة عشي جميل علشان اسكن فيه ومحتاجة اكل يتوفر لي بدل ما بعود ادور ومش بلاقي وانا مش عايزة منك اكتر من كده ها 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 عندك حق يا عصفورة انا هأمر الحراس يجيبوا احلى شجرة في الغابة ويبلولك عليها احلى بيت تسكني فيه وكوني جنبي واي حاجة عاوزاها تيجي تطلبيها مني وده جزاء الامانة وانك رديت الحاجات لاصحابها تاني شكرا على امانتك يا عصفورة يا حراس بسرعة مع العصفورة احلى شجرة في الغابة ابنولها عليها احلى بيت شكرا شكرا يا جنالت الملك انا فرحانة انا فرحانة قوي الحمد لله ان انا كنت امينة وما سمعتش كلام القطة الشريرة اللي كانت عاوزيني اخد الجوارة ليا وليها وما نرجعش الحقولة اصحابها تاني شكرا يا جنالت الملك وتارت العصفورة يا اصحابي وهي فرحانة وسعيدة وبعد وقت قليل كان بيتها جاهز الله على البيت الجميل اللي بنهو للملك الله حلو قوي قوي يا سلام جميل خالص واهم حاجة ان هو بالحلال وانا ما سمعتش كلام القطة الشريرة اللي كانت عاوزيني اخالي في ضميري وزع الربنا مني واسرق حاجة مش بتاعتي ولو اني العصفورة الاولانية سرقتها لكن برضو ربنا خلاها ما تحتفظش بيها عشان هي ما كانتش بتاعتها ومش من حقها وانا لقيتها وديتها للملك تاني انا مبسوطة ان انا عملت كده وعملت حاجة كويسة وعملت الخير وانا عيزاكو انتو كمان يا اصحابي تعملوا نفس اللي عملتوا العصفورة تبقوا عندكو امانة وترجعوا الحقوق لاصحابها وما تقبلوش تاخدوا اي حاجة حرام لان ربنا بيبارك في الحلال حتى ولو كان قليل وتوتاتوتا خلصت الحدوتا اتمنى يا اصحابي ان هي تكون عجبتكو واتمنى ان انتو ترجعوا مرات تانية كتير لقناة انتي لومي وتتفرجوا على حوادث تانية جميلة وحلوة ونقضي وقت لطيف وزريف مع بعض باي باي يا اصحابي باي باي